السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتتبع قناة أخبار الوظيفة اليوم إن شاء الله سنتحدث لكم في هذا الفيديو بخصوص شكل اللي سيستفد من الدفعة الرابعة الدعم الاجتماعي المباشر أولا قبل كل شيء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم أي جديد إذن بخصوص الدفعة الرابعة الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر يعني الأسر اللي سيستفدونها راح معروفين يعني هذوك الأسر اللي ستفدون من الدفعة الأولى والدفعة الثانية والدفعة الثالثة بمعنى اللي ستفدون من شهر 12 وكذلك شهر واحد وجوج غير هو واحد الملاحظة كين يعني بعض الأسر اللي ستفدون من الدفعة السابقة يقدر ما يستفدوش مثلا من دفعة الرابعة كما وقع يعني البعض الأسر اللي ماستفدوش مثلا من دفعة الثالثة لسبب بسيط وهو يعني المؤشر كيكون طلع لهذا دروري يعني تأكدوا من مؤشر أما إذا كالمؤشر يعني ما طلعش ما زال أقل من 10.74 بمعنى ما فيج 10.74 يعني ضروري كتستفدو كذلك من الدفعة الرابعة وكذلك الأسار يعني الآخرين اللي غادي يستفدوه من الدفعة الرابعة الخاصة بدام الاجتماعي المباشر وهم يعني هدوك الأشخاص اللي كانوا تسجلوه في أواخر شهر فبراير يعني من 10 في شهر جوج إلى 29 في شهر جوج فتاهم ما غادي يستفدو من الدفعة الخاصة بشهر مارس غير هو واحد الملاحظة يعني هدوك اللي تسجلو مثلا من 10 في شهر جوج إلى 29 راهم ما عاد تستفدوش من جوج دفعات كما كان يعني في السابق لأنه إذا لحظتوا يعني الناس اللي كانوا تسجلو مثلا في شهر 12 وكاللي تسجل مثلا 10 في شهر 12 كانوا يستفدو من جوج دفعات أما حاليا را ما بقاش مثلا أنت تسجلت في شهر جوج من 10 في شهر جوج إلى الآخر را عاد تستفدو من دفعة واحدة خلال هذا الشهر سواء يعني 500 درهم أو أكثر لحسب يعني أنت وش مين حاجة زافية أو لا شهرية ونفس الأمر كذلك غادي يستفدو هدوك الأشخاص اللي كانوا تسجلوه من 1 إلى 10 في شهر مارس كذلك غادي يستفدو يعني من دفعة خاصة بهم خلال أواخر هذا الشهر أما الأسر اللي تسجلوه من 10 في شهر مارس يعني من 10 في شهر مارس متفعيل زر الجرس ليس لكم أي جديد والسلام سلام